بسبب السينما والدة عادي الإمام ضربته بالشبشف في الشارع الزعيم عادي الإمام كان واقع في غرام السينما من وهو صغير كان مبهور أوي هو طفل يدب عنده خمس سنين باللمبات النيون اللي محتوطة على باب السينمات عشان تشد الجمهور وحجز الناس لتذاكر الفيلم وانتظرهم في الطبور عشان يوصلوا لشباك التذاكر الأجواء دي كلها شدتوا من أول لحظة واندمج معاها لدرجة انه ما كانش فاكر اسم الفيلم ولا بين أبطاله هو كل اللي فكره بس انه افيش الفيلم كان بينور بشكل مبهر ودخلها عاوز يدخل السينما ووقف في الشارع وهو مع والدته وصحبتها وكان مصمم على دخول السينما لانه زيه زي اي طفل حاسس ان المكان هيكون في حاجة تبسطه وكمان عاوز يستكشف ويعرف ايه ده وما عادي الإمام ما كانش بتعرف تقرأ وتكتب من جهة ومن الجهة التانية ما كانش معاها تمان التسكرة وعادي الإمام لما كان بيحكي عن الموقف ده قال ان والدته ما كانتش عاوز اتعود انه كل ما هيشبط في حاجة هي هتردخ لطلباته وحاولت انها تخليه يمشي ويروح معها على البيت لكن هو كان مصمم انه يدخل الفيلم وقاعد يصرخ ويدبضف في الارض ويصوت عشان يدخل الفيلم فما كانش قدامها حال غير انها تقلع الجزمة وتعقبه في الشارع وضربته يومها ضرب كتير قوي لحد ما مشي معها وهو بيعيط وعينه لسه على افيش الفيلم وبابدخل السينما لكن والدته وقتها ما كانتش تعرف ان ابنها الصغير ده هيكون اهم نجمه في مصر ويتفرج عليه في السينما ملايين من الناس عادي الإمام كان زعلا من اللي عملته والدته معه في الشارع ولما روح البيت حكى الولده اللي عقبه ضربه هو كمان عادي الإمام كانت علاقته بولدته غريبة جدا وكان بيحبها حب جديد ودايما كان بيطلع يحكي عنها في البرامج ويقول انها اهم ست في حياته وقال عنها انها بالرغم من انها لك تقرأ ولك تكتب الى ان كان عندها حص ثقافي عالي اوي وده كان غريب بالنسباله ده غير طبعا ان كان ليحضر خاص ومميز يخلي الكل يقف احتراما لها لو دخل في اي مكان وكانت علاقتهم ببعض مش علاقة ام وابنها كانت اكبر من كده بكتير وعادي الإمام دايما بيقول ان في دعوة شهيرة لها كانت هي السبب اللي هو وصليه لحد دلوقتي وهي ربنا يحب في خلقه اللي كانت بتدعاه له باستمرار وقال عنها في لقاءات وبرامج كتير انها كانت ست طيبة جدا وفي نفس الوقت كانت شديدة جدا وبالرغم من انها كانت مرتبطة به ارتبط شديد الى انها ما كانش عندها مشكلة تقدبه وتربيه زي ما حصل في الشارع وضربته قدام الناس كلها ومن الموقف المؤثرة اللي حكها عادي الإمام عن والدته هو موقف وفتها عادي الإمام طلع وقال انه مش بيخاف من الموت لانه قضاء الله وقدره لكنه تأثر بوفتها جدا وحزن عليها كتير اوي خصوصا انها كانت مريضة ووفد للتعاني فترة طويلة لحد ما هو نفسه كان بيتمنى انها تستريح من المرض ولما بلغوه بخبر وفتها راح صلى ركعتين وبعدها طلع على المستشفى ورفض يكشفه الشهة عادي الإمام بيحكوا بيقول انه وقتها ما عيطش لكن كانت اول مرة في حياته يشوف والده بيعيط بالدموع بالشكل ده بس الزعيم عيط على وفتها بعد ما ماتت بشهر كان خارج وقتها بعربيته فوسة البلد وفجأة وقف العربية وفضلي عيط عيط هستيري ما حصلش معها قبل كده لانه وقتها حسب بعدها وغيبها عنه اشتركوا في القناة